وفي جانب الدفاع المدني بالحجة كده قائد قوات الدفاع المدني في الحجل وحمود بن سليمان الفرج التركيز على الجانب الوقائي والتوعوي مع تجهيز خيام الحجاج مجهزة بأذوات السلامة فيما بيّن قائد قوات الجوازات بالحجل وصالح بن سعيد المربع وجود كوادر بشرية مدربة بالحديث بعدة لغات في منافذ المملكة بما يتعلق في المدرية العامة للدفاع المدني وترتكز حقيقة خطتها على جوانب متعددة ولعل من أهم هذه الجوانب ما يتعلق في الجانب الوقائي والتوعوي فقد حرصت المدرية العامة للدفاع المدني ومنذ وقت مبكر ومن خلال لجنة إسكان الحجاج أن لا يتم التأكد من خلال مساكن ومقرات الحجاج أن متوفر فيها جميع متطلبات واشتراطات السلامة التي لا يسمح لأي حاج أو لأي جهة أن تسكن حجاجها في مواقع لا تتوفر فيها اشتراطات ومطلبات السلامة ويلي ذلك استكمالاً لهذا العمل القيام بعمليات جولات تفتيشية للتأكد من توفر هذه المتطلبات سواء فيما يتعلق في العاصمة المقدسة وفي المشاعر المقدسة وكذلك في المدينة المنورة للتأكد من منظومة السلامة وجميع الاشتراطات ومطلبات المتعلقة في هذا الجانب تم تحديد المنافذ التي سوف يتم استقبال الحجاج عن طريقها وتجهيزها بكامل التجهيزات البشرية والتقنية المتطورة والحديثة والتي تسهم في إنجاز إجراءات الحجاج وتقديم الخدمات لهم بكل يسر وسهولة كما تم دعم هذه المنافذ أيضاً بالكوادر البشرية المدربة التي تستطيع التحدث بعدة لغات مما يسهل التواصل مع حجاج بيت الله القادمين عبر هذه المنافذ وأيضاً تم دعمها بالأجهزة المتعلقة بكشف التزوير عند وجود حالات في كشف التزوير في وثائق الحجاج يتم التعرف على هذه الوثائق وأيضاً قراءتها من قبل تلك الأجهزة بكل احترافية ودقة